هنبتدي الأول بكرة اليد ودائما أبدا كرة اليد تتصدر المشهد لأنها اللعبة الجماعية التي فرضت نفسها على الساحة كلعبة شعبية ثانية وأكتر لعبة جماعية في مصر حصدا للألقاب الدولية والإقليمية. خماسي يد الأهل يقودون منتخب مصر للوصول لقبل النهائي ليلاقوا مكدونيا غدا بإذن الله في تمام الساعة الثانية ظهرا فرينا طبعا الخماسي اللي بيضم منتخب مصر وهو إبراهيم المصري مهاب سعيد أحمد يشام سيسة أحمد عادل عبد الرحمن فيصل كليم دور كبير في تأهل منتخبنا لدور قبل النهائي إن شاء الله هنقابل مكدونيا. النهائي الثانية من قبل النهائي أسبانيا والسربيا أتوقعها أسبانيا. اللقاء الثاني وإن شاء الله إحنا هنتأهل بإذن الله يعني بالحسابات كلنا إحنا أفضل من مكدونيا هتوقع النهائي مصري أسباني ويا رب إن شاء الله تبقى البطولة أو الدهب طبعا ده نجمنا علي زين بالتطاقة الصور مع الجالية الجزائرية بالمناسبة يعني إحنا هنا بنشكر الشعب الجزائري والجمهور الجزائري اللي الحقيقة بيساند لعبتنا بشكل كبير جدا. وده المتوقع يعني يمكن لا تربطنا حدود مشتركة مع الجزائر وشعب الجزائر ولكن هم في القلب ونحن أيضا في قلوب الجزائرية وعني عايز أقول إن أحلى حاجة في البطولة دي. يعني الحقيقة لفتت نظري وانتباهي هي حب ومشاعر الجماهير الجزائرية اللي احنا من هنا بنقديها كل التحية كل التحية للشعب والجمهور الجزائري اللي بتربطنا بيهم علاقات تاريخية كبيرة. يعني بنشكركم وبنشكر حسن استضافتكم للبعثة المصرية وتأييدكم للمصريين. وشوفنا مصطفى أمر عسر أمر عسر نجمنا في تينس الطاولة رفع العلم المصري والجزائري هو على منصة التتويق في المدالية الفضية. وده أكبر دليل على شعور اللاعبين بتأييد ومؤذرة الجماهير والشعب الجزائري ألف شكر للجزائر الشقيقة وشعبها الشقيق والأخ.